يبدو أن التقدم الميداني الذي أحرزته كييف في خيرسون غير موازين القوى من جديد إذ وصف الرئيس الأوكراني فلودامير زيلينسك استعادة قوات بلاده مدينة خيرسون بالتاريخي ودع الجنود الروس في مناطق جنوب أوكرانيا إلى الاستسلام الرئيس الأوكراني الذي لم يترك هذا الحدث يمر من دون أن يعبر عن زهوة الانتصار أكد على أن الوحدات الخاصة في الجيش الأوكراني موجودة حاليا وسط المدينة حيث شهدت العاصمة كييف احتفالات إثر إعلان دخول قواتها المسلحة مدينة خيرسون بعد انسحاب القوات الروسية من الضفة الغربية من نهر دينيبرو وفي حين أعلن الجيش الأوكراني اكتشاف دبابات ومعدات عسكرية أخرى خلفتها القوات الروسية أعلن الروس اكتمال عمليات النقل قواتهم من الضفة اليمنى لنهر دينيبرو متخذين مدينة جينيتشيسك عاصمة مؤقتة للإقليم ويرجع خبراء عسكريون أسباب تقدم كييف في خيرسون إلى أن الواقع العملياتي كان يميل لصالح القوات الأوكرانية التي أجادت لعبة تدمير خطوط الإمداد ومنع أي تعزيزات عسكرية للقوات الروسية تلك التي بدأت قدراتها تتآكل ما أدى إلى استسلامها ثم انسحابها الولايات المتحدة من جانبها عبرت عن سعادتها باستعادة خيرسون حيث قال مستشار الأمن القومي جيك سولفيان إن الأوكرانيين حققوا انتصارا كبيرا وأن بلاده تبذل كل ما في وسعها لتقديم المساعدة الأمنية لكييف لتكون في أفضل وضع ممكن في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات الهتافات والأعلام الأوكرانية المرفوعة في خيرسون عكست رغبة أهالي المدينة أن يكونوا جزءا من كييف والأهم أنها سببت حرجا للجيش الروسي وعملياته في أوكرانيا ومثلت ضربة موجعة لبوتين قد تكون الأكبر منذ بدء الحرب